ايه لو سمحت يا شيخ انا جوذي بيشرب حشيش مش عارفة تعمل معه ازاي بقى له قدية طيب من زمان من قبل ما يتجوزني انت متجوزة بقى لك قد ايه خمس سنين وكنت عارفة عرفت بعد الجواز يعني هو مالكيش الكلام ده قبل الزواج وبيصلي ولا لا كان قايل لي وبعدين قال لي ان انا بطلت وبيصلي ولا بيصليش بقى يعني بيصلي بس بيقطع والصيام في رمضان بيصوم ولا لا لا الحمد لله بيصوم بيصوم؟ او طيب انت بخلفة منه؟ معي ولده منك طيب انا انا يعني هنصحك نصيحة حاولي بقدر الامكان اللي انت تنصحيه لله عز وجل واللي انت بتعمله ده ممكن يؤثر علي انا شخصيا وبيخلي بالك انت قدوة لأولادك فممكن القدوة ممكن يكون قدوة صالحة وممكن يكون القدوة سيئة فممكن ولادك لما يعرفوا الكلام ده يعني زي ما بيقولوا كده يعني اذا كان رب البيت بالدف ضاربة فشيمة اهل البيت الرقص يعني فاتق الله اللي انت بتعمله ده غلط انت في النهاية تبقى قدوة سيئة لأولادنا وربنا مش هيبارك في حياتنا وإلى آخره وبالتالي لما تعملي كلام ده لغاية امتى لغاية لما ربنا يهديه طب هلأ انا ممكن اطلق انا لا انصح بمسألة الطلاق لكن انصح بالتريث وبالنصيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تمامي قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسولي ولئمة المسلمين وعمك كلام ده لو كان ما بيصليش خالص ما بيصومش رمضان يعني كل ده اه انا ممكن اقولك وجب المفارقة لكن ادم بيصليوا في معصية وان كانت معصية كبيرة جدا حاول اللي انت تنصحيه وهتيب بالراحة بالهداية بالنصح بالرفق يعني ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نوزع من شيء الا شانة شكرا